المجتمع العراقي مجتمع فتي هذا ما تؤكده وزارة التخطيط وهي تكشف عن الأرقام بشأن عدد السكان لعام 2022 إذ بلغت نسبة منهم دون سن الخامسة عشر عاماً أربعين في المئة بلغت نسبة منهم في سن العمل ستة وخمسين في المئة في حلقتنا لهذا اليوم سنحاول قراءة ما بين سطور هذه الأرقام ونجيب على التساؤل الملح هل ارتفاع نسب الشباب في المجتمع العراقي؟ نعمة أم نقمة؟ فمن جهة يمكن للعراق التعويل على السواعد الشابة لأبنائه من خلال استغلال طاقتهم لبناء مستقبل أفضل لكن ومن جهة أخرى هل العراق قادر على توفير احتياجات الفتيان والشباب من تعليم جيد وفرص عمل وبيئة مناسبة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم؟ تساؤلات نناقشها في حلقة اليوم من بالعراقي خليكم يعني اشتركوا في القناة أهلا بكم في بالعراقي معكم علي الزبيدي نبدأ حلقة اليوم بتقرير يسلط الضوء على تقديرات وزارة التخطيط العراقية أن أكثر من نصف العراقيين هم من بسن العمل وهما يراه الاقتصاديون فرصة لاستثمار تلك الطاقات الشابة التي لا تمتلكها الكثير من دول العالم مزيد من التفاصيل في التقرير التالي بزيادة سنوية بلغت 2.5 تجاوز عدد سكان العراق 42 مليون نسمة وفق آخر تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ووفقا لتلك التقديرات فإن أكثر من نصف العراقيين هم بسن العمل ما بين 15 إلى 64 عاماً وهو ما يظهر أن العراق هو دولة فتية تمتلك ثروات شبابية لا تمتلكها الكثير من بلدان العالم كما يبين اقتصاديون ممن أشاروا إلى ضرورة استغلال تلك الثروة بشكل عاجل في الإعمار وحل مشكلة البطالة أغلب الدول اليوم تعاني من كبار السن وعدم وجود أيدي عاملة فتية شابة تدير المصانع والثروات على العراق أن يستغل هذه النسبة العالية للشباب وكذلك استثمارها الأمثل يعني إحنا عدنا نسبة عطالة كبيرة جداً خصوصاً في صفوف الشباب وهذا يرعك السلباً على هذه الثروة وتظهر تقديرات الجهاز المركزي أن أكثر من ثلث سكان العراق هم من الذين تقل أعمارهم عن الخمسة عشر عاماً خبراء اقتصاديون دعوا إلى أهمية مواكبة تلك النسب الشبابية في المجتمع العراقي عبر إعادة التوجيه للمناهج التعليمية والفرص الاستثمارية بما يتلاءم متطلبات سوق العمل لاستيعاب تلك القدرات لا نزال لا نقوم بعملية تحديث المناهج وفق متطلبات سوق العمل والموضوع يحتاج إلى التوجه نحو دعم المراكز التدريبية ووزارة العمل لكي تكون هناك نظام تحديث مستمر للطاقات الشبابية عملية جذب الاستثمار للبيئة العراقية نقطة القوة التي يمتلكها العراق أنه يمتلك شباب عاطل عن العمل هذه الاستثمارات من الممكن إذا ما أتت إلى العراق أن تستثمر هذا الشباب المعطل وأشارت وزارة التخطيط إلى وضعها خططاً مسبقة في رسم السياسات السكانية بعيدة المدى تتمثل وتمكين الشباب اقتصادياً وتحقيق شراكات ودعم مع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل والنهوض بقطاعات الصحة والسكن والتعليم في إطار سياسة التنمية البشرية الثروات الشبابية التي يمتلكها العراق تواجهها تحديات كبيرة وسط ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 16% ودخول ما يزيد على 700 ألف شخص إلى قوى العمل سنوياً إضافة إلى تجاوز نسب الفقر العشرين في المائة من العراقين أسعد الزلزلي لبرنامج بالعراقي بغداد للحديث أكثر حول موضوع حلقة اليوم ينضم لنا من بغداد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية سيد عبد الزهر الهنداوي معنا أيضاً الدكتور صفاء الجنابي استشاري في تطوير الموارد البشرية وأيضاً الخبير الاقتصادي سيد نبيل التميمي ضيوف الكرام أهلاً وسهلاً بكم في بالعراقي ومساكم الله بالخير خليني أسمع من دكتور صفاء الجنابي دكتور صفاء حضرتك متخصص في التنمية البشرية لما تسمع أن النسب الشباب في العراق بهذه النسب العالية هذه صورة إيجابية لكن ترجمتها على الأرض شون تشوفوها كخبراء في التنمية البشرية بداية أرحب بحضرتك ومشاهدي قناتكم الكريمة حقيقة الأمر إذا كان هذا التقرير يقترب من الدقة أو دقيق إلى حد كبير فهذه النتائج ومؤشرات كل مفرحة وتبشر بخير لأن هذه الطاقات الشبابية قد تفتقد إلها الكثير من دول العالم وما تمتلك هذه الفئة من الفئة العمرية التي هي فئة الانتاج وممكن أن تقدم الكثير ولكن بالمحصة التي تحتاج إلى سند آخر الذي هو موضوع التثقيف واتجاهات حديثة في تطوير علومهم وثقافاتهم وتوجهاتهم إلى العمل يعني التخطيط أساسي في هذا الموضوع أن الدولة تضع خطط لاستحصال أو أمكانيات الشباب العراقي التي هم في مجال الانتاج ممكن أن يقدمون الكثير إذا قدرنا أن نطور قدراتهم وننمي مهاراتهم ومعارفهم حتى تنطيهم قدرة على أن يكون انتاجية أكبر شكرا دكتور خليني أسمع بما أنه قلت التخطيط خليني أسمع من سال عبدالزهرة إحنا باقين سوى نسولف سال عبدالزهرة سالك الله أبو الخير يعني وزارتكم وزارة التخطيط دائما تحكي عن أنه العراق دولفتية الأرقام كلها تترجم بأن العراق دولفتية أريد أن أسأل إلى أي مدى هناك خطط حقيقية أو مستقبلية على الأقل للاستفادة من هذه الأرقام بالعراق يمساك الله بالخير السادة علي الزبيدي والتحية موصولة لضيفيك العزيزين الدكتور صفاء والصديق نبيل أهلا وسهلا وأيضا لمشاهدي الحر عراق وبرنامج بالعراقي ومبارك عليكم السنة الجديدة 2023 وأيضا مبارك فوز العراق اليوم بمباراة مع المملكة العربية السعودية ومبارك للبصرة نجاح ولعراق أيضا نجاح بطولة خليجي 25 هذا مؤشر طبعا على أنه العراق شباب اليوم فوز العراق بالمباراة ونجاحه في التنظيم أنه فعلا هو شباب المؤشرات التي تضحى وزارة التخطير بالتأكيد هي نتاج دراسات ومسوح وتقارير تعتمد على معادلات حصائية وعلى معايير دولية في احتساب هذه النسب وبالتالي نتحدث فعلا عن وصول عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 42 مليون نسمة بزيادة سنوية تجاوزت المليون يعني سابقا كنا نتحدث عن مليون أو دون المليون في هذه السنوات الثلاثة الأخيرة كانت الزيادات حقيقة تتجاوز المليون في العام الـ 22 كان لدينا مليون وأكثر من 300 ألف أو 350 ألف ولادة في العام الماضي بالنتيجة هذا رقم كبير يعني زيادة تراكمية ستكون في كل سنة سيكون لدينا عدد أكبر سنة وحدة زاد العراق مليون و300 ألف نسمة يدخل إلى سن الإنجاب وسن الزواج جيد جريء نعم أستاذ عبد الزهرة سنة وحدة زاد العراق مليون و300 ألف نسمة نعم كم في عام 2022 نعم كانت زيادة مليون وأكثر من 300 يعني في عام 2021 كان مليون و284 ألف في عام 2020 كان مليون و258 في عام 2022 الماضي كان مليون و300 وأكثر من 300 بقليل يعني هناك زيادة تراكمية حقيقة في كل سنة هناك زيادة في أعداد الولادات مع انخفاض عدد الوفيات يعني في عام 2022 سجلت حوالي 258 ألف دون 300 ألف وفاة عفوا في العراق لمختلف الأسباب أسأل سارة عبد الزهرة جهودكم تحسين واقع الشباب أسنسب الشباب زينة والبلد فتي جهودكم كيف تسلط حتى نستفيد من هذه الزيادة نعم بالضبط هذه القضية ليس المهم أن نتحدث عن الأرقام بقدر أهمية ما نتحدث عن السياسات والحلول والمعالجات للواقع العراقي نحن في إطار توجهاتنا التنموية نعمل على استيعاب هذه الزيادات السكانية المستمرة وهي زيادات مرتفعة حتى وأن شهدت انخفاضا في معدلاتها وتحويلها من أعباء تنموية إلى محركات تحضر تكشرت في بداية الموضوع هي نعمة أو نقمة نتيجة ممكن تكون نعمة وممكن تكون نقمة في آن واحد نقمة إذا ما استوعبت وإذا ما وظفت بشكل صحيح ستكون نقمة ونعمة إذا ما استوعبت ورسمت لها السياسات المطلوب بالتأكيد سنكون أمام نعمة كبيرة يحسدنا عليها الآخرون لأنه مجتمع منتج نتيجة نحن نتحدث عن مجموعة من المحاور والمسارات الأساسية التي تتضمن مجموعة من السياسات بعيدة المدى أو رؤى بعيدة المدى في مجالات الصحة وفي مجالات التعليم وفي مجالات الدخل وفي مجالات السكن وأيضا في مجال دعم الفئات الهشة في المجتمع كبار السن والأطفال وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة هذه كلها حقيقة وضعت في إطار السياسات السكانية التي رسمتها وزارة التخطيط وأعيد النظر بها في العام الماضي 2022 بعد المتغيرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية لشهة العراق لا سيما بعد 2020 الجائحة وتداعياتها والأزمة الاقتصادية وتداعياتها نتيجة أعيد تحديث هذه الوثيقة بما ينسجم مع هذه المتغيرات ويستوعب المتغيرات أو التحديات المستقبلية التي سيشد نتيجة هذه الزيادات السكانية نتيجة نتحدث أيضا عن قطاعات تنموية أخرى أعذرنا أستاذ عبدالزهر نحن أيضا عندنا ضيف ما أخذنا بالبداية لأنه كان بعد مجهز هل سجهز ويانا فالرحب أيضا بضيفنا من بغداد دكتور مهدي العلاق مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان دكتور تسمعني إن شاء الله نعم شكرا أهلا بك دكتور لدينا مشكلة تقنية ما خربطت ونستأذن أيضا مستاذ نبيل جبار لأنه خلينا نسمع من الدكتور أيضا دكتور مادي أريد أسأل الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للسكان استعراضكم لهذه الأرقام مفهوم الدولة الفتية بالعراق كنت نحجي بداية مقدمة الحلقة على أنه هذا الأرقام أرقام الشباب بالعراق ممكن تكون نقمة ممكن تكون نعمة شلون تشوفوها أنتم بالأمم المتحدة مساء الخير وأحييكم وأحيي الزملاء معي في هذه الندوة أهلا بك الحقيقة صندوق الممتحدة للسكان أود أن أبين ابتداء بأنه منظمة دولية داعمة لقضايا السكان وأتنمية في دول العالم المختلفة ومنها العراق حيث يتوفر هناك مكتب للعراق خاص بدعاين السياسات الخاصة بقضايا السكان والتنمية وقد كما أن هذا الصندوق يعتمد البيانات الرسمية التي يعلنها الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره المرجع الفني المختص للعمل الإحصائي في العراق وكما تحدثتم قبل قليل وتحدث العزيز سيد عبد الزهر عن التصص العراق الواعدة في النسب السكان المتعلقة بالسكان في سن العمل العراق الآن نسبة السكان بالفئة العمرية 15 إلى 64 التي تسمى القوى العاملة وصلت إلى حوالي 58% وبدأت تقترب من نسبة 60% هذه النسبة مع وصولها إلى 60% يكون العراق قد بدأ يلامس مرحلة الهبة الديمقرافية وهذه تسمى الهبة الديمقرافية كما معروف لأنها نسبة النشاطين اقتصاديا يزيد عددهم على نسبة غير النشاطين اقتصاديا وبذلك تتاح فرصة ربما فريدة وتاريخية هذه أرقام تتفق إلى الآن أنها معلومات إيجابية دكتور اذرني المقاطعة أرد أستفيد من الوقت حضرتك لأنه حضرتك بالفقرة الأولى بس أرد أسألك بنك الدولي يتحدث أيضا على أنه انتاجية الأطفال في العراق في المستقبل لن تتجاوز 40% بسبب سوء التعليم وظروف أخرى وأن أغلب الأطفال حتى في المدارس اليوم لا يفقهون ما يدرسون أريد أسأل أكو مشكلة حقيقية بالمستقبل إذا ما عدنا تنمية بشرية توازي هذه الزيادة بنسبة الشباب هل تنبهون كمنظمات دولية الحكومة العراقية من هذه المخاطر نعم الحقيقة مثل ما هو معروف التنمية البشرية تقاس بثلاثة عناصر أساسية أولها الصحة معبر عنها بتوقع الحياة عند الولادة وبالتعليم سواء في معدلات الالتحاف في المرحلة الدراسية أو معرفة خلال الكتابة بحسب خصوصية بعض الدول الحقيقة التعليم يعتبر محور أساسي من المحاول الثلاثة الخاصة بقياس النمية البشرية لكن أنا لست متحددا باسم البنك الدولي حتى أعلم عن الأرقام التي أشير إليها ثم أن إنتاجية الأطفال إذا كان المقصود بها مدى الاستيعاب المدرسي في مراحل الدراسة المختلفة فهذا الموضوع الحقيقي المفروض وزاعة التبية تجيب عليه ربما بسبب ظروف جائحة كوبيد بالسنوات الأخيرة وتحول نحو التعليم الثاني أو الإلكتروني ربما حصل نوع من الإنكفاظ الاستيعاب في بعض الجوانب ولكن هذه مرحلة تجاوز العراق في المرحلة الحالية الآن التعليم حضوري والانتظام طاعات الدراسة مستمر طضية المعدلات الحق بالتعليم الآن في التعليم الالتدائي حسب إعصاء الجهاز المركز للإعصاء حوالي 91% لكنها للأسف الشديد خفض إلى ربما أقل من 70% المرحلة المتوسطة وأقل من ذلك في المرحلة الإعدادية هناك مشكلة حقيقية في معدلات الالتحاق لما بعد التعليم الالتدائي وهذه الحقيقة فضية ينبغي الاتفاة بصيارة تياسات مناسبة لرفع معدلات الالتحاق في المرحلتين المتوسطة والإعدادية نعم طيب دكتور مهدي صندوق الأمم المتحدة للشكان يعمل في أغلب دول العالم إذا ما قلنا كل دول العالم أريد أسأل كيف يمكن الاستفادة كيف يمكن أن يستفيد العراق من تجارب الدول الفتية الأخرى يمكن نذكر منها الهند تركيا البرازيل دول التي كانت أيضا عندها مشاكل وصار عندها نهوض بالهبات الديمغرافية وارتفاع نسب الشباب واستفادوا منها العراق كيف يمكن يسوي كوبي لهذه النسخ خلاص التعبير الحقيقة أعتقد أن القضية الأساسية في هذا الموضوع هو خفض معدلات البطالة ومعدلات البطالة لا تخفض بمجرد العين الحكومي كما قد يتصور البعض إنما بالبحث عن فرص عمل حقيقية فرص عمل مستدامة فرص عمل مبنية على التهيل والتدريب المهني أما فيما يتعلق بجوانب التعليم المهني فأعتقد أن العراق ينبغي عليه أن يلتفت إلى هذا الجانب بشكل كبير جدا لكي يحول عناصر العمل غير الماهر إلى عمل ماهر ويستطيع أن يستفيد من الشباب بالمشاريع الصغيرة بشكل خاص ومتناية الصغر التي تستقب أعداد كبيرة من القوى العاملة أشكرك دكتور كان نتمنى أن تكونوا هنا بداية الفقرة بس كان لكم مشكلة تقنية دكتور مهدي علاق مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان أشكرك كنت معنا في فقرة الأولى في حلقة اليوم بالعراقي ضيوفنا باقين ويانا الروح فاصل سريع وبعد الفاصل التحديات التي تواجه الشباب العراقي كيف تحل خليكم ويانا أهلا بكم في الجزء الثاني من بالعراقي دعونا نستعرض معكم أهم مشاكل الشباب العراقي بحسب رأي منظمات محلية ودولي اشتركوا في القناة نعود لترحيب بضيوفنا الكرام طبعا السيد عبد زهر الهنداوي ودكتور صفاع الجنابي وأيضا السيد نبيل جبار عذرنا أستاذ نبيل لتأخرنا عليك ولكن شأنك مشكلة تقنية وردنا نأخذ الدكتور بها خليني أسمعك أستاذ نبيل جبار ارتفاع مع ارتفاع هذه النسب نسب الشباب تتفع نسب البطالة في العراق ايج قد يخسر العراق بسبب عدم الاستفادة من هذه الكفاءات الشاب أو هذه نسب الشباب على الأقل نعم بالبداية تحية لكم ومشاهديكم الكرام وأيضا التحية موصولة لضيوفك الكرام طبعا قضية الشباب أو الإحصاءات التي قدمتها وزارة التخطيط هي تقريبا إحصاءات تقارب الواقع إلى حد كبير رغم عندنا بعض التساؤلات عن بعض القضايا التي نسألها لاحقا لكن الإجابة على سؤالك هي الإحصائية تضطي نظرة للاقتصاد العراقي إن مقومات القوة العاملة في العراق من المفترض تكون مقومات قوية باعتبار أن الشعب العراقي أو المجتمع العراقي هو مجتمع الفتي وعند القدرة على خلق قوة عاملة خلال على القل العشرين سنة القادمة لغاية عشرين سنة القادمة نحن عند تدفق وخزين من القوة العاملة التي يؤمنه طبيعة التركيبة السكانية بالعراق هذا هو الذي تنتج يعني أعمارهم بحدود 15 مليون أو 18 مليون أو حتى الأعمارهم من 20 سنة وجوه بحدود 20 مليون نصف المجتمع العراقي هم من الأعمار جوه ل20 سنة فذوله بالتالي يعتبر أشبه بالخزين الستراتيجي في الرأس المال البشري لكن مدى كفاءة هذا الرأس المال البشري تناولته جنابك أستاذ علي في تقارير متعلقة برأس المال البشري وهذا المؤشر هو يتعلق بقدرة العاملين أو الجاهزين للفرص العمل وكفاءتهم من الناحية المعرفية ومن الناحية صحتهم البدنية وغيرها من القضايا متعلقة بالصحة فالمعرفة هي قضية ملحقة بقضية الوجود الفئة العمرية بدون معرفة هو ممكن يكون القادرين على العمل بالمستقبل بدون نتيجة أو بدون ما تحقق لك أهداف ضرورة زيادة قدرتهم على الحصول على المعرفة والمهنة والحرفة وأيضا الصحة الكاملة هي التي يمكن تأهلهم بالمستقبل لأن يكون أشخاص فاعلين اقتصاديا في عملية التنمية وهذه قضية تتناول الدكتور مهدي العلاق بعض القضايا المتعلقة من خلال مناقشة رأس المال البشري هي التسرب من المدارس وحتى من الجامعات قد يكون من الجامعات إلى حق آخر لكن من المدارس قضية مهمة اليوم حاليا أكثر من 15% من الطلبة يتحدث بعض الإحصائيات عن 3 ملايين طالب ومتسرب من المدرس من خلال هذه كفاءات العمرية التي تحدثنا عنها دون 15 سنة فذولهم وعممهم يتحدث من تسرب خلال مرحلتين المتوسطة والعدادية هذا هو ممكن الكثير من يدخل المرحلة الابتدائية نسبة التسرب من المدارس الابتدائية قد يكون محدودا مقارنة بالتسرب بالمدارس المتوسطة والعدادية وهذا طبعا إلى أهمية يدخل في المدرسة المدرسة المتوسطة والعدادية ممكن يمتلك بعض القضايا التي تأهله للدخول إلى معاهد صناعية أو القيام بحرف أو حتى تأهله للجامعات وأخذ شهادات أول موضوع مهم فضل أريد أن ناقش قضية الإحصائيات اليوم الإحصائيات هي عبارة عن تقديرات وهذه التقديرات وضعتها وزارة التخطيط بناء على آليات منهجية علمية في احتساب لأنها معد حصاء شامل وعام لكن جزء من هذه الإحصائيات نتمنى لأستاذ عبدالزهرة ينقل هذه الوجهة النظر إلى وزارة التخطيط لعادة تقييمها إذا أجرينا نوع من أنواع للتقاطع بالبيانات يتحدث التقرير عن الذين أعمارهم من خمسة وستين فأعلى هم بحدود ثلاثة بالمئة أو ثلاثة ونصب المئة من المجتمع العراقي يعني وفق التقديرات التي أظهرها التقرير يتحدث عن مليون إلى مليون وربع هم أعمارهم من خمسة وستين سنة فما فوق في حين إذا قاطعنا هذه المعلومات مع عدد الحاصلين على التقاعد يعني التي تتفع الدولة أو صندوق التقاعد أو مؤسس تقاعد تقاعد لهم هم أكثر من أربع ملايين وبحدود الأربع ملايين يعني نتحدث فقط على التقاعد أتحدث عن أكثر من عشرة بالمئة يعني هذه نقطة مهمة أستاذ نبيل ذكر تهوي نقطة الإحصاء المهم اللي هو اليوم يعني إحنا محظوظين بوجود ضيوفنا الكرام وأيضا معنا السيد عبدالزهر الهنداوي اللي دائما يتحفنا بأرقام مهمة من الحكومة العراقية من وزارة التقاعد العراقية لكن سارة بزارة إذا إحنا ما عدنا إحصاء وتبقى هاي الأرقام تخمينية وما يكون مقاطعة وإيه بقية الإحصائيات أو بقية الأرقام من بقية الدوائر إذا ما نعرف حجم المشكلة شون نقدر نحلها لا هو بالتأكيد طبعا في ظل غياب عدم أو في ظل غياب تنفيذ تعداء سكاني نحن مضطرون للذهاب باتجاه آليات أخرى يمكن من خلالها التوصل إلى أرقام تقديرية حتى على أساسها من الخطط والسياسات وإلا إذا نبقى بشكل نترك كل هذه التفاصيل لن يكون أمامنا شيء نعتمد عليه وبالنتيجة ستكون الخطط بكلها غير ذات جدوى لأنه لا تعتمد على أسس النتيجة أقول أن هذه الأرقام هذه المؤشرات التي تضعها وزارة التخطيط وأنا ذكرت ذلك ربما بالبارت الأول قلت أنه نحن نعتمد على معادلات إحصائية منهجية وعلى معايير دولية بالاعتماد على سنة أساس فيها يكون العدد معلوم بشكل حقيقي وعلى أساس سيتم بناء هذه المعادلات والوصول إلى التقديرات أنتم تقولون ونحن نقول أنها تقديرات وبنتيجة التقديرات بالتأكيد هناك زيادة أو نقصان ربما لا تتطابق مع الواقع ولكنها تعبر عن الواقع بشكل أو بآخر تتجاوز نسبة النجاح قد تصل إلى 80-85 ربما حتى 90% في بعض المؤشرات التي نتوصل إليها عبر هذه المعادلات الإحصائية سنة الأساس لدينا كانت 2009-2010 يوم أجرينا عمليات الحصر والترقيم في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ التعداد في تلك السنة وتوصلنا في تلك العملية إلى العدد الحقيقي لسكان العراق اللي هم كان 31.5 أو 31.6 مليون وبناء على نسبة الزيادة السنوية معدلات الخصوبة صاف الهجرة الداخلية والخارجية الولادات والوفيات يتم احتساب هذه الأرقام أو وضع هذه التقديرات الإحصائية للسكان بحسب كعدد عام للسكان بحسب الفئات العمرية أقول ربما ما أثار الأخ نبيل هو مهم جدا أنه ما قطعنا هذه البيانات قد نجد هناك اختلاف بينها وبين الواقع ولكن هذا الاختلاف كما قلت لن يكون كبيرا فيما يتعلق بالمتقاعدين وهذه قضية في غاية الأهمية عدد من المتقاعدين أحيلوا على التقاعد ربما وهم دون السن القانونية لأسباب صحية لأسباب أخرى بالنتيجة هناك نسبة منهم دون 64 و 65 سنة أشكرك للتوضيح حتى لا أطلع من موضوع الشباب ومن موضوع الحلقة وأن العراق دولة فتية طبعا كل احترام للمتقاعدين هم الأصل مثل ما نقول خليني أرجع للدكتور اللي ذكرها الدكتور مهدي وأيضا أستاذ نبيل وهي مسألة نحن عدنا شباب بس مدى استعداد الشباب لسوق العمل مدى يعني إمكانية فعلا أن هذا الشباب نستفيد منه في سوق العمل العراقي إذا لم يكن حتى لا دراسة هي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ولا بعض الأحيان حتى رغبة حتى نكون واضحين يعني أكو شوية نوع من الكسل يمكن حتى دكتور من يدلوا من الناس بس هو جزء منه مسؤولية حكومة وجزء منه مسؤولية أفراد حقيقة يعني تطوير الموارد البشرية في التوجهات العالمية هو الاستثمار بالإنسان نفسه في عقله وفي قدراته وفي إمكانياته وفي تحسين هذه القدرات وإسلوه في الإنتاجية وتطويرها ولكن إذا نأخذ وضع العراق بصورة خاصة خلينا نكون واقعين بعد ما نأخذ وضع العراق بصورة خاصة لدينا نسبة كبيرة من البطالة غياب كبير للكادر الوسطي الذي هو مؤهل مهنيا أيضا إذا نلاحظ نشوف على العموم الكثير من الشباب يفكر بالوظيفة حكومية أن يتوظف وما يكون توجه بالتجاه وظيفة حكومية على أساس أنه يحصل على مرتب في نهاية الشهر ولكن من مسؤولية الدولة نحن طالما نعتمد على الاقتصاد الريعي بدرجة أساس أنا لا أريد أخذ مجال زميل الاقتصادي ولكن الدولة اقتصادها اقتصاد ريعي هنا لازم بالضرورة أن يكون هناك توجه نحو المشاريع الفردية أو المشاريع الجماعية أو المشاريع الصغيرة حتى ممكن أن يكون هناك إمكانية لتشغيل أكبر عدد من الشباب أيضا تأهيلهم إلى مسألة أن يكون هناك كوادر وسطية منتجة نحن نلاحظ أن العملية يعني إذا تمشي باتجاه معاكس فتح كثير من الجامعات الأهلية الجامعات والكليات الأهلية التي بدت تنطي درجات شهادات عليا هذه الشهادات العليا إذا لم يكن كوادر مهنية وسطية ممكن أن نتعين أن تنتج تكون هي الطاقات الكبيرة في الإنتاج هاي الأعمار الشابة اللي عدنا هذا الكم اللي الله من أحنيان اللي ما موجود فيه كثير من دول العالم اللي تفتقر إلى هذا الكم الكبير من الشباب إذا إحنا قدرنا أن نطور مهاراتهم وننمي معارفهم ونوجه سلوكياتهم بالاتجاه الصحيح راح نقدر أن نكون بلد منتج من الدرجة الأولى وبالضرورة أن نتفوق على كثير من دول المنطقة بالمجال حتى الإقليمي أو الدولي الإنسان العراقي معروف عليه إنسان ذكي ومتمكن ويتقبل المعلومة إذا قدرنا أن نوسع معارفهم ومداركهم ونستثمرها استثمار صحيح بهالحالة راح نقدر يكون عندنا هذه القدرات الشبابية اللي هي في سن العمل متروح راح نقدر نستثمرها بشكل صحيح ونقدر نقدر إنتاج كبير ونتجاوز موضوع أيضا حتى البطالة أستاذ نبيل إذن هذا الجزء أو هذا الجهد في الحقيقة للمفروض يبذل هذا الجهد الحكومي يبذل للاستفادة من هذه الكوادر الشابة وحكينا شوية عن التعليم ورح نحكي أكثر تسمعني سانبيل نعم أسمعك مسؤولية 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 الدولة أو الحكومة أو الدولة عموما في تنمية هذه الفئة الشابة من أين يجب أن تبدأ نعم يعني هناك مسؤولية مباشرة متعلقة بالقضايا التعليمية يعني التعليم خصوصا التعليم الأولي أو تعليم قبل الجامعة هذا أعتقد مسؤولية مباشرة وهذه المسؤولية يعني اليوم هي الحكومة مربكة في عملية تنفيذ سياسات يعني احتواء الطلبة يعني وتقليل قضية المتسربين للعمل هذه مسؤولية مباشرة أيضا مسؤولية متعلقة بالصحة وتوفير السكن يعني وانتشال الناس من قضية الفقر يعني دفع بعض العوامل الأساسية اللي ممكن هو توفر للسكن عن طريق بشكل أو بآخر والقومات الصحية وأيضا القضايا المتعلقة يعني قومة صحية مثلا عدم انتشار الأوبئة انتشار الأمراض هذه مثلا انتشار الأطفال وغيرها ذن القضايا التي تنقذهم وأيضا حتى الصحة العامة حتى قضايا الصحة العامة تكون جزء رئيسي بالمسؤولية طبعا وكذلك التعليم تضمن له تعليم على الأقل وتحاول تكافح أي شيء متعلق بالأمية يعني اليوم وأشارات الأمية ممكن تزداد ما طول يكون زيادة تسرب الناس أو تسرب الطلبة من المدارس ممكن أن الأمية تزداد بشكل مستمر وحتى الأمية اليوم حتى مفهومها اليوم مفهومها اختلف ليس أمية المتعلقة بالقراءة والكتابة بعض المهارات بعض القضايا حتى الحاسوب الموبايل احنا ذاتجان للأتمة وتحويل الأنظمة إلى الكترون هذا وكل في التعامل مع القضايا ستكون هي حياتية بالضبط حتى في دول متقدمة حتى تكون اللغات هي جزء من قضية الأمية هذا من جانب المسؤولية الأخرى هي المسؤولية الاقتصادية المتعلقة بخلق فرص عمل وهذه خلق فرص عمل جزء منها بالقطاع العام والحكومة وجزء الآخر عن طريق مراقبة السوق وتحفيز الاقتصاديات تحفيز القطاعات المنتجة للفرص العمل هذه باعتبار الدولة بشكل عام هذه مسؤوليته لكن تنقسم بين مسؤوليات مباشرة وملزمة وأخرى مسؤوليات قد لا تكون مباشرة خصوصا فيما يتعلق بالعمل لكن مسؤولية التنظيم العام مسؤولية الرقابة انتصاص الفقر نسبة الفقر وتحديث وغيرها من القضاها ذكرت أيضا شغلة مهمة هي نقطة الاهتمام بالقطاع الخاص وهي لدينا بعض الأرقام نريد أن نذكرها بالفقرة الجاية لأنه لا يوجد لديه كتب الفقرة يعني تدل على أن الشباب العراقي عنده طموح بس الاستفادة أيضا شون من هذا الطموح خلوني أرح فاصل شكرا سيد نبيل خليني أرح فاصل أخير ونواصل بعد الفاصل إجراءات حكومية لحل مشاكل الشباب نظرة إلى المستقبل خليكم ويانا بعد الفاصل مرحبا بكم مجددا في جزء الثالث والأخير من حلقة اليوم من بالعراقي كاميرا البرنامج استطلعت أراعينا من المواطنين بشأن هموم الشباب العراقي ومشاكلهم والسبل معالجتها نسمع ونرجع يجب على الحكومة العراقية العمل على إشراك الشباب في القطاع الخاص والقطاع العام سواء في وزارة الصناعة والوزارات الأخرى كالزراعة والوزارات الأخرى والدوائر التي تخدم المجتمع تخدم البلد الكثير من الشباب اليوم يطمح إلى افتتاح مشاريع يعني مشاريع ربما تعوي لهم على مواجهة يعني يعني الصعاب الحياة توفير فرص عمل لشباب لا بد يكون من أولويات الحكومة الحالية من خلال توفير مصانع من خلال استقطاب الشباب للزراعة من خلال استقطاب الشباب للورش بمختلفها نطالب الحكومة العراقية بأن تضع خطة بتنمية هذه القدرات من خلال فتح مصانع قطع مختلق أو قطع خاص وكذلك فتح مشاريع كبيرة أو صغيرة تستقطب تلك الفئات من الشباب وحسب تخصصاتهم بما أنه هناك أعداد كبيرة من الشهادات التي نلوحظها تتخرج في كل سنة هناك عدة طرق في دعم الشباب بابتكار مشاريع خاصة في دعم الشباب قد تكون هذه المشاريع اقتصادية أو حتى تكون سياسية نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام سال عبد الزهرة استمعت لمطالب الناس طموحات الناس من الشباب وعراقيين عموما أريد أسأل في وزارة التخطيط أكو دائرة التنمية البشرية ونحن نريد نحكي أيضا على الخطط الفعلية في مجال التعليم مجال الصحة مجال السكن لقاط مهمة كثيرة ذكرها ساد نبيل قبل الفاصل نعم بالتأكيد ما أشار إلى الشباب في ما أشار أصواتهم بالتقرير بصراحة يعني هم يعشرون إلى قضاء مهمة بالتأكيد ولكن هي المشكلة التي يعاني منها الشباب والتي نعمل على معالجتها من خلال السياسات التي تضعها دار التنمية البشرية في الوزارة والدوار الأخرى والتشكيلات الأخرى تتمثل بعدم توفر شبابنا على المؤهلات والقدرات الفنية التي تؤهلهم أو تمكنهم من اقتناص فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص بالنتيجة عدم توفر هذه الإمكانات يعني يخسرون هذه الفرص وتذهب إلى العمالة الأجنبية اليوم إذا أجرينا مقارنة بين عدد العاطلين في العراق مع عدد العمالة الأجنبية الموجودة في العراق نجد الأرقام متقاربة بين الجانبين بين عدد العاطلين وبين عدد العمالة الأجنبية في العراق ربما اقتلاق بسيط في الرقم زادة وناقص بالنتيجة هناك تقارب هذا الدليل على أنه العمالة الأجنبية سأل عبد الزهرة أنا شفت شفت في موقع أنه أبرو المليون العمالة الأجنبية بالعراق هذا صح الكلام؟ لا هذا صراحة أرقام العمالة الأجنبية تتوفر لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتحدثون عن حوالي أكثر من مليون ونصف ربما أكثر من هذا الرقم وذات الوقت نتحدث عن مليونين تقريبا عاطل في العراق بالنسبة للستة عشر ونصف بالمئة الموجودة لأننا أيضا لدينا قضية تتعلق بالبطالة هناك 66% من القادرين على العمل هم خارج القوى العاملة والذين داخل القوى العاملة هم 33% من مجموعة النشطين والقادرين على العالم دولة 66% الخارج الذين هم قادرين على العمل ولكن لا يبحثون عن عمل نتحدث عن طلبة الجامعات عن النساء ربات البيوت عن فئات أخرى يعني هي قادر عن العمل ولكن لا تبحث عن عمل وذلك هؤلاء هم النسبة الأكبر 33% طبعا النسبة الأكبر منهم يعملون ضمن القطاع الخاص وربما تكون ضعف نسبة العاملين في القطاع العام أو القطاع الحكومي أعود للسؤال فيما يتعلق بالسياسات طبعا التركيز ضمن هذه السياسات هو حول قضية التأهيل والتدريب للطلبة هذا تكون من خلال الذهاب باتجاه تحفيز تشجيع يعني دعم الإعداديات والمعاهد الفنية والتقنية هذه التي ممكن أن توفر لنا هذه الكوادر الوسطية الكوادر الفنية الوسطية المسلحة بمهارات معينة وأيضا التدريب والتأهيل ضمن مراحل الدراسة التي تكون الإعدادية أو حتى الجامعية حتى الطالب يتخرج من الجامعة يكون مسلح بتأهيل معين بقدرة معينة تمكنها من إشغال فرص العمل التي تتاح في سوق العمل العراقية وليس عملية البحث عن الوظيفة في مؤسسات الدولة اليوم مؤسسات الدولة حقيقة أصبحت مختنقة وأصبحت مكتظة الوظيفة صارت عبع على التنمية لأننا اليوم نتحدث عن مقدار الرواتب الذي سيصبح بـ 22 و23 نتحدث عن أكثر من 60 تريليون أو 61 تريليون دينار هو مقدار الرواتب في الموازنة المقبلة ولينا أن نتصور هذا الرقم بالمقارنة مع الإيرادات التي تحصلها في العراق لو ذهب نصف هذا الرقم لأغراض التنمية كان ممكن أن يسهم في بناء تنموي كبير في العراق ولكن لأن التوجه صار هو سياسة التوظيف في الدولة منذ سنوات ومن نتيجة كانت هذه النتائج نحن نريد أن نصل إلى قضية العكس من هذه القضية نشجع القطاع الخاص من خلال تنمية وتأهيل وتطوير قدرات الشباب حتى القطاع الخاص يستوعبهم لأن القطاع الخاص يريد شاب ممكن قادر على أشغال فرصة العمل أسمع من دكتور صفاء دكتور صفاء بالأخير لما نحكي على هذه الأرقام وعلى هذه الحاجة الحاجة للتدريب الحاجة الاهتمام بالتعليم الحاجة الحاجات كثيرة للنهوض بواقع الشباب حتى يكونون جاهزين لسوق العمل بس إذا نرجع شوية بالتاريخ العراقي عموما عنده اهتمام بكل تقريبا بكل أنواع الوظائف وكل التخصصات ودائما أكو إبداع إذا نقول في كل المجالات ليش بالفترة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة ظهرت هذه المشاكل وبدأت هذه المشاكل تكبر مع العلم حتى الوضع الأمني استقر البلد يحبه حمالية لكن بعدها مشكلة أكو عدم تكافؤ كأنه ما بين الناس اللي تتخرج وما بين نديك تعينون حتى البطالة الأجنبية عفونا العمالة الأجنبية زادت بالعراق حقيقة الأمر أنه نحتاج إلى تأهيل عناصر الشباب في مجالات اختصاصات عملية مختلفة نطور مهاراتهم كوادر وسطية وأيضا نوفر لهم فرص في مشاريع خاصة وليست مشاريع كوظيفة في الدولة لأنه كلنا نعرف أنه حاليا يوجد ترهل وظيفة ضمن الدوائر الدولة فعندما نوفر مشاريع صغيرة سواء على مستوى أفراد أو على مستوى مجموعات أو على العمل في القطع الخاص كانت تتهيئ شركات أو معامل إنتاجية أو حتى مزارع للناس المتخصصين في مجال خريجي كلية الزراعة أمطيهم قطعة أرل أمطيهم الدعم يسون مشاريع سواء بمجال الثروة الحيوانية سواء بمجال الزراعة سواء تربية الأسماك أي من هذه المشاريع مثل ما كثير موجود في كثير من دول العالم التي طورت الكوادر الوسطية وحصلت على طاقات منتجة نحن بفضل رب العالمين مثل ما تفضل الأستاذ من وزارة التخطيط النسبة لأدنى من الكوادر البشري المنتج أن نطور مهاراتهم ونزيد مقدراتهم ونستثمرهم في مجال العمل والإنتاج وليست نخليهم ينتظرون لتعيين وظيف الوظائف مترهلة إذا نطور مهاراتهم وقدراتهم ونفتح لهم مجال لمشاريع لأنهم مكانياتهم الشباب محدودة فبالضرورة أن لهم فرص لمشاريع وحدة نقطة أيضا أريد أروح لأستاذ نبيل وأسأل أكمل على فكرتك دكتور صفاء وأنقل لأستاذ نبيل مركز التجارة العالمي التابع لمنظمة التجارة الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة أجرى استطلاع أستاذ نبيل شمل ستمائة شاب عراقي من خمس محافظات حول طموحاتهم بسوق العمل 79% من الستمائة قالوا بأنهم يفضلون امتلاك أعمال ريادة أعمال أنهم يصير عندهم مشاريع أفضل من أنه يتوظفون بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام يعني مستوى الطموح عالي لكن 92% من الستمائة التي سووا عليهم الإحصاء أو الاستطلاع يقولون بأنه لا دعم حكومي ولا حتى دعم من القطاع الخاص لتنميتهم ورفضهم بالتمويل والتدريب الذي يحتاجوا تعليق نعم قد تكون إجابات الاستطلاع هي مفتبطة بثقافات يعني ثقافات محلية يعني إحنا ما ننكر أنه اليوم يوم أثار أستاذ عبدالزهرة قضية أنه وجود مليون أو مليون ونص عامل أجنبي وأكو بطالة بحدود مليون ونصف ومليون يعني فرص عمل تعادل البطالة لكن هذول العراقيين لا يشتغلون بمعظم الوظائف التي شاكلتها العمال الأجنبية خصوصا العمال الغير ماهر لا ذاك عامل غير ماهر ذاك أكثر العمال القادمين للعراق همهم عمال غير ماهرين خصوصا من دولة بنغلادش يعني العمال بنغال غير ماهرين قدرة العراقيين في التعاطي مع مثل هذه قدرة العراقيين في التعامل مع الوظائف المتاحة للعمال الأجنبية اليوم هي ممكن تكون ضعيفة يعني ما يقدر يتعامل بها لأسباب ثقافية وأسباب اجتماعية يعني هذه خاصة في الأعمال الغير ماهرة الأعمال الخدمية فعادة ممكن يكون تلكيز العراقيين بإجراء هم إذا أكو شخص يجي يشتغل ويأخذ فلوس فمعناها هي شغلة يعني ما بيها عيب مو يقولون الشغل ما بي عيب لا لا بالنسبة للعراقيين خلينا نقول عدهم عيب يعني هذا مرتبط بثقافتهم يعني جزء كبير من العراقيين يعني قزي ممكن إذا عرضت عليه هذه الوظيفة يفضل أنه يبقى جائر سبيته يعني البطالة ممكن يكون هو أفضل لكن إذا خلينا خيارات أمامك استطلاع يعني مثل ما أجرت المركز الذي ذكرت جنابك فممكن هو يختار ريادة أعمال أو قيادة أعمال مع علمية ريادة أو ريادة الأعمال هو قضية مو سهلة حتى في بالضبط يعني قد يكون حتى قضية الريادة عملية مو سهلة حتى في دول اقتصاديات ممكن تساهم متاحة إلى هذه الفرصة عادة النظف العراق الذي يعاني مشاكل حتى مع الأعمال التقليدية يعني حتى الأعمال التقليدية يتواجه مشاكل وتحديات كثيرة أما تعليقهم على قضية أنه قطاع الخاص ما يترك نعمل هذا قطاع خاص هذا قطاع سوق سوق الحور دائما يبحث عن اغتنام الفرص الوحيد في القطاع الخاص يعني ما ممكن نحن نعرضها للناس قطاع الخاص ما يعرض الوظاف للناس بالمجان أو مثل ما تعرضها القطاع العام وبحيث العالم كلها متوجه نظرها والشباب متوجه القطاع العام يحظى في أقل من دقيقة نعم عمل قليل في أقل من دقيقة سيد عبد الزارة الهنداوي نظر المستقبل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالنسبة لكم كوزارة التخطيط في أربعين ثانية نعم وفق الخطط والسياسات التي تضحها الوزارة وحققها سيتم التركيز الكبير على استيعاب الشباب وتمكنهم اقتصاديا وصحيا وتعليميا وبالتالي يكونون قادرين على الانتاج قادرين على إشغال كل الوظائف المتاحة في سوق العمل العراقية وهذا عليه عمل كبير من خلال الخطط التنموية من خلال حتى استراتيجية تخفض الفقر سيتم التركيز على جانب تطوير المهارات وتوفير فرص عمل مديرة للدخل مستدام وليس هذه المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة سيتم التركيز عليها وبالإضافة أيضا حتى شبكة حماية الاجتماعية ستوظف بشكل أو توجه بشكل المتحدة المزارة التخطيط العراقية سيد عبدالزهر الهنداء شكرا جزيلا لك الدكتور صفاء جنابي استشاري بتطوير موارد بشرية والخبيل الاقتصالي سيد نبيل التميمي شكرا لكم ضيوفنا الكرام وشكر ووصول لكم سادتي على طيب المتابعة انتهت حلقة اليوم إن شاء الله باشر حلقة جديدة من بالعراقي لا تنسوا دائما تابعونا وخليكم معنا على مواقع التواصل في أمال الله موسيقى